من جهته أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكد أن ارتفاع أعداد المصابين هو دليل على توسيع دائرة الفحص وزيادتها منوها بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك طبعاً الكل يعرف الحالات بتزيد وهذه شي طبيعي جداً لأن نتبع فلسفة الفحص مدام عندنا القدرة السعابية للفحص فطبيعي أن نرى هناك عداد تزيد لكن نرى هناك تفاوت ما بين أيام فإذا انخفضت العداد هذا لا يعني أننا خلاص أمورنا كلها زينا وهذا صراحة ينطبق حتى اليوم منظمة صحة العالمية يعني طرشت تحذير بأن مفروض المجتمعات لا تترخى في التراخي أو التعامل مع هذا الفيروس ولكن يجب الاستمرار معاه في الحرص وهذه أكد حتى الأعداد التي نرى إذا قلت الحالات ليس معناه أننا نكون مرتاحين ولكن نطمئن بأن هناك سيطرة وإذا زادت العدد الحالاتها مو معناته أننا فقدنا السيطرة ولكن لأننا بديننا نفحص أعداد كبيرة أو نستهدف أحد العمالة أو الأشخاص اللي يكون شاكين فيها الزيادة في عدد الحالات رمضان دائما يعودنا على التجمعات العائلية ما عليك أن نكون شوي صبورين هذا العام ولعل إن شاء الله يكون رمضان السنة خير علينا بزوال هذا التحدي فالتجمعات العائلية الكبيرة نحن شفناها في كيفية نقل العدوى ما بين العوائل فنا دائما نقول حفاظا على أهلنا حفاظا على أولادنا وعلى أبهاتنا خلونا هالمرة نكون شوي صبورين في شهر رمضان ونحافظ على التباعد الاجتماعي ونحافظ على تقيير النمط السلوكي والاجتماعي في هذه المرحلة يعني لعل وعسى إن شاء الله نخرج من رمضان وبأقل إن شاء الله الخسائر